مشاهدين لبنان يتصدر العناوين ولا عجب واهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأس القضايا الدولية طبعا وصول الرئيس الفرنسي إمانويل مكرو إلى السعودية بزيارة مفاجئة ومصير رئيس الوزراء المستقيل وغير المستقيل سعد الحريري برأي البعض والجدل والانقسام بشأن حزب الله وتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية والتحذير السعودي طبعا والخليجي من السفر إلى لبنان وأخيرا قبل قليل تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي تحدث بها بشكل مفصل عما يجري في لبنان ورؤيته في مسألة مصير سعد الحريري حيث قال حسن نصر الله والذي دخل بتصريحات قوية في النقاش بشأن مصير الحريري والمزاعم التي ترجح بأنه كان محتجزا نصر الله يعتقد بأنه بالفعل محتجز نستمع إليه بكل صراحة ووضوح نعم إن رئيس حكومة لبنان محتجز في السعودية وعليها أن تطلق صراحه ويجب أن يعمل اللبنانيون على استعادته إلى لبنان وبعدين هو حاول طبعا الرئيس اللبناني ميشيل عون بدوره قال للقائم بالأعمال السعودي في بيروت من غير المقبول الطريقة التي استقال بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وعلى الحريري أن يتجه عائدا إلى لبنان في أقرب وقت ولكن تصريحات الفرنسية تفند ما قاله نصر الله وعون فوزير الخارجية الفرنسي يقول بأن المعلومات التي لديه تشير إلى أن الحريري حر في تنقلاته أما المعلومات الفرنسية هذه جاءت بعد أن قطع الرئيس الفرنسي إمانويل موكرو زيارته للخليج متجها إلى الرياض على إثر التصعيد الحاصل بشأن مصير الحريري والاتهامات المتبادلة بين الرياض وحزب الله طبعا كل هذا يأتي في وقت عجت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بنظرية المؤامرة بأن الحريري مختطف ومحتجز وهذا الأمر تناولته أيضا عدد من وسائل الإعلام اللبنانية وقد ظهرت هذه الصورة لساعة الحريري على موقع تويتر وتم تداولها في تويتر طبعا بأن ساعة الحريري كانت تطلب النجدة مكتوبة كلمة هيل بشكل صغير على ساعته أثناء لقائه بالملك سلمان ولكن بالنسبة للحريري نفسه ما الذي قاله فآخر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي كان في فيسبوك قبل 24 ساعة يقول فيه أخبر فيه أو أخبر فيه بلقائه بالسفير الفرنسي أما في تويتر فلم يغرد السيد الحريري منذ أربعة أيام وآخر منشور هو صورة وتعليق على لقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز ولكن مشاهدين طبعا هناك تصريحات كثيرة تدور في هذه الآفاق منذ غياب ساعة الحريري أو منذ إعلانه عن الاستقالة في لبنان وحيث تفاعلت وسائل إعلام ومواقع الإنترنت ولكن السيد وليد جمبلاط النائب الدرزي في البرلمان ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي يقول بعد أسبوع من إقابة جبرية كانت أو طوعية يعني آن الأوان لعودة الشيخ ساعة الحريري والاتفاق معه على استكمال مسيرة البناء والاستقرار وبالمناسبة لا بديلة عن ساعة الحريري وهذا في تأكيد بأنه يرفض هذه الاستقالة ولكنه أيضا يضيف سيد جمبلاط لبنان لا يستحق اتهام السعودية له بإعلان الحرب عليها بعد كل هذه السنوات من العلاقات الثلائية وهذه طبعا إشارة لتصريحات ثامر السبهان الوزير السعودي الذي اتهم عبر توتر أطرافا لبنانية بتقدم بالعداء للسعودية ومنصة الإرهاب ضد الرياض بحسب تغريداته ولكن طبعا هو الانتقاد يستمر أو يتجه دائما إلى حزب الله ولكن مشاهدينا في إطار المغردين المهتمين طبعا بهذه القضية التي ما زال كل مواقع تواصل تقريبا مهتمة بها ولكن توتر قد يكون واحدا منها انقسم هؤلاء المغردين بين متعاطف مع الحريري ومناهض لحزب الله واخرون تعاملوا مع التطورات اللبنانية بلغة السخرية والهزل ناهيك عن فكرة المؤامرة ضد الحريري التي رافقت التساؤلات الكثيرة عن مصيره مثلا نختار لكم شخص يدعى أبو لجين إبراهيم يغرد قائلا هؤلاء اللبنانيون الواقعون في حالة من الاستغراب من طريقة إعلان الحريري استقالته لماذا لم يستغربوا من الوضع في بلدهم الذي تحكمه الميليشيا إرهابية لكن هناك مغرد آخر وهو خالد الفرم يقول لبنان مشغول بمتابعة طائرة الحريري طبعا هل غادرت أم ما زالت رابضة في المطار ويتتحدث هنا عن مطار السعودية والرئيس عون جمع عددا من السفراء لإصدار بيان الأزمة أكبر من السفراء والموضوع هو حسم تمحور لبنان مع إيران أو العرب ولكن دعونا نمر على تغريدة لعبدالله غبري من السعودية يقول أو عبدالله غبري يتحدث عن السعودية تحت هذا الهاشتاغ عملت عاصفة الحزم للقضاء على الحوثي النتيجة زادت من قوته السعودية حصلت قطر للقضاء على تميم وهذا الأمر زاد من قوة قطر أيضا ناصر القعيش حزب الله يقول الكيان العربي الوحيد الذي نعتز به ونفتخر به وطبعا هذه تغريدة مناصرة لحزب الله ولكن حرب الهاشتاغات هذه أشعت موقعي تويتر وفيسبوك خاصة بعد تحذير الرعاية السعوديين من السفر إلى لبنان تحذير أيقظة المخاوف من حدوث أعمال عنف في البلاد التي تعيش أصلا على وقع تداعيات استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري لنتابع ملخص لأهم الهاشتاغات التي تفاعل من خلالها اللبنانيون اشتركوا في القناة معنا من بيروت الدكتور مايكل مخايل عضو المكتب السياسي لحركة شباب لبنان مرحبا بك سيد مايكل كيف تقيم النقاش الدائر اليوم في لبنان حول مصير الحريري مساء الخير مساء الخير يعطيك العافية أولا نحن الظروف اللي قدم استقالته فيها الرئيس سعد الحريري هي يعني بعدها غامضة لحديد هلأ وبالتالي بعدنا ناطرين الأيام اللي جاية حتى نقدر ناخد قرار مظبوط أو نقدر ناخد رأي مظبوط من الموضوع يعني ناقصنا كم معلومة بعد كم قطبة مثل ما بيقولوا ولكن يعني يعني في غموض حوال الموضوع ولكن حالة الغموض هذه ما زالت سائدة كما ذكرت يعني هناك زيارة أو حراك دبلوماسي إلى السعودية من خلال الجهة الفرنسية وهناك حديث حسن نصر الله بأنه ما زال محتجزا أنتم ككتلة يعني ناشئة في لبنان ما هو رأيكم بكل هذه التصريحات وكل هذا التناقض نعم أول شيء نحن حركة تؤمن بمبدأ الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية ونحن منعتبر أنه الإسلاح لازم ينحصر بإيد الجيش اللبناني هلأ حزب الله هو حزب يشكل عنده نواب وعنده وزراء بالبرلمان اللبناني ومنتخب من قبل شعب يعني هني بيمثلوا طرف معين يعني وإخدين الأغلبية أغلبية المقاعد تبعهم ربحوها بالتصويت بالأغلبية نحن نعرف أنه فيه قرار دولة بأنه حزب الله هو حزب إرهابي ولكن الدولة اللبنانية ما تتطلع فيه بهذه الطريقة نحن نؤمن أنه السلاح لازم يكون إذا موجود لازم يكون بس بمواجهة إسرائيل نحن يعني السلاح ما لازم يكون لا بسوريا ولا باليمن ولازم يبقى لبنانيا طيب دكتور مايكل يعني كيف تشعر كلبناني ومتابع للحيرة التي قد يعيشها اللبنانيون سواء كانوا مناصرون للسيد سعد الحريري أو يعني معارضون له ولكن في هذه المرحلة يقال بأنه قد كشف الغطاء عن الطرف الذي يناوئه ما المفروض منه الآن برأيك؟ هل يجب أن يعود ويمارس مهامه أم أن يستقيل في لبنان كما يطالب البعض الآخر؟ أنا برأيي مثلي مثلك حيالة لبناني بعتقد نحن وكل الأفريقاء السياسيين منتفق على أنه الرئيس سعد الحريري لازم يرجع على لبنان وإذا بدوا يقدم استيقالته مثل فيه كم سؤال عننا كلنا نحن والأفريقاء خلينا نكون منحطين بالصورة لنقدر نعرف شو عم بيصير بالزبط نحن الرئيس الحريري نحن كلنا كل لبنانيين أجمعين منتفق أنه لازم يرجع على لبنان ونقدر نفهم منه أكتر شو عم بيصير وعلى أساسها منقدر نأخذ قرار حوله هذا الموضوع كلنا كل لبنانيين بس بالوقت الحالي نحن مطلوب منه أنه نكون إيد وحدة ونحافظ على الهدوء شكرا لك دكتور محايد بهالوضع الصعب الأكليمي أعضو المكتب السياسي لحركة شباب لبناني شكرا لمشاركتك مع ترندنك اشتركوا في القناة